يحصد محمد عبد الحكيم القمحة من حقله في طوخ بني إبراهيم جنوب مصر تمهيداً لنقله للصوامع وبيعه للحكومة المصرية بسعر حددته قبل بداية الموسم ولكن مع ارتفاع الأسعار زادت التكاليف على عبد الحكيم وأمثاله من المزارعين والله باش الدنيا غليت يعني طبعاً يعني الشكار عم لها 500 جنيه عم نجيبها نرميها في الأرض ونطوش ونشتغل إحنا بدين يعني ونكرم فار معانا وعما نجيب الشفواطة نجيب جاز سبحت الجاز ب140 جنيه ورادين بما يعطينا ربنا والحمد لله رب العالم الإنتاجية مرتفعة هذا العام نتيجة لظروف جوية مواتية أما المزارعون والتكار فيرون أن رفع سعر الشراء من قبل الحكومة سيشجع آخرين على الزراعة سعر العادل يعني من نقول لو من 900 ألف هلأ النسبة ممكنها ترفع أكتر من 30-40% من الأراضي أنها تنزرع بالأمر على الجانب الآخر يخشى مزارعون وبعض التكار من أن يؤدي رفع السعر بهذا الشكل إلى رفع أسعار منتجات أخرى تنعكس سلبا على الفلح وأسرته ما تنفرحش للأسعار النيادية وبغالية أنه برضو إحنا من النهاردة الوزير مثلا لو زود الجمح زيادة عن كده الحاجة دي هتزود إيه؟ هتزود كذا صنف معاها لا أنا خلي مثلا حد أدنا كذا بحيث أن برضو منتل لو زاد أزيد من كده اللي جرح يزيد السمات في الحر بره يزيد مئة ألف حاجة هتزيد جبويلة وهذه وجهة نظر قد تكون حجة أمام من يقارن سعر توريد الطن محليا بنظيره العالمي والذي يزيد عنه بمقدار 100 دولار تقريبا هذا هو موسم الحصاد في مصر وهو وقت للفرحة بعد مجهود شاق حتى تخرج هذه السنابل الذهبية من الأراضي للصوامع تامر نصرت الحدث محافظة المينيا اشتركوا في القناة